كان النادي الاهلي كان النادي الاهلي واجه امبي كان في مباراة الاسبوع اللي فات تقلق فيها لعبتنا في الاسبوع اللي فات النادي الاهلي واجه امبي وكان التعادل اللي جابي واحد واحد كان فيه ايضا فوز مهم للنادي الاهلي على النجوم في دوري الشباب 3-1 زي ما احنا شايفين دلوقتي مع حضراتكم امبي والاهلي واحد واحد الاهلي والاسماعيلي 2003-200 الحديد والصلب والاهلي 6-1 فوز الاهلي موليد 2002 موليد 2000 عين الصيرة والاهلي فوز الاهلي 6-0 موليد 99 التعادل السلبي بين النجوم والاهلي موليد 97 الاهلي والنجوم وفوز الاهلي 3-1 وزي نقول لحضراتكم المباراة القادمة في دولي 97 أمام في ملاعب النشيم دي تنصله فاز النازل الاهلي حسم البطولة رسميا قبل انتهاء البطولة بأربع جولات 2002 فوز الاهلي بالنتيجة كبيرة على الغابة 10-1 موليد 99 فوز كبير للنادي الاهلي على في ملاعب النشيم دي تنصل 4-0 ايضا هنشوف مباراة جدول مباراة فريق 2004 2004 وصل للتصفيات النهائية لبطولة منطقة القاهرة السوبر بعد ما تم استبعاد المولين العرب لوجود أوراق غير رسمية لبعض اللاعبين كان تم دخول فريق الضرب الأحمر تداهى النادي الأهلي أمام 1-1 الجولة الثانية الأهلي ووادي دجلة هتبقى يوم الاتنين إن شاء الله 15 إبريع على ملاعب النادي الاهلي مديد نصر جولة التالتة الأهلي والدرب الأحمر أيضا على ملاعب النشاقين مديد نصر الجولة الرابعة شباب المعادي والأهلي على ملاعب شباب المعادي والجولة الخامسة اتحاد الشرطة والاهلي على ملعب الشرطة وبالمناسبة منطقة الكاهرة بتعمل دولة 2004 من دور واحد من دور واحد هنروح دلوقتي نشوف الفقرة اللي حضراتكم تستنوها هنشوف أهداف الأسبوع بالصوت والصور